السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم آمين بقى في استخدامات كتير لزيد العنب كنت وعدتكم إن احنا نعمل الوصفة دي مع بعض كتبتولي كتير في التعليقات تعالوا أقول لكم هنعمل ازاي زيد بزور العنب بمكونات بسيطة من البيت وهنقول لو انت هتستخدمي للبشرة هتستخدمي نوع زيد A ولو انت هتستخدمي لصحة الجسم هنستخدم نوع A للصناعة بتاعت زيد بزور العنب وهنتكلم بقى إيه هي استخدماته ومفيد لإيه حاجة حلوة جدا ورخيصة جدا تعاملي كل حاجة في بيتك هتبقى متأكدة من جودة الزيت اللي انت بتصنعيه في بيتك ما يكونش بقى مخشوش ما يكونش أي حاجة عملنا قبل كده زيد العرق السوس وعملنا قبل كده زيد بزور الكتان عملنا حاجات كتيرة جدا مع بعض تعالوا بقى نشوف هنعمل الزيت ده ازاي وقد ايه هو هاي الهاي لجميع أنواع البشرة يلا بينا على المكونات أول مكون معنا طبعا هو بزور العنب أنا غسلتها كويس جدا وبعد كده نشفنيها في الشمس قعدناها شوية وبجففت كويس جدا في الشمس بزور العنب يعني ما فيش أسهل منها ولا فيش أرخص منها نجيب العنب وبنكله بنستفيد منه وبعد كده بناخد البزور ما نرميهاش لأن هنعمل كمان غير زيت البزور العنب هنعمل كمان مصك من بزور العنب بزور العنب لنفسها يعني لوحدها مفيدة جدا للجسم هنتكلم عليها ومعنا هنا نصف كوباية من زيت عباد الشمس ده لو احنا هنستخدمه للبشرة طيب لو هنحتاج نحطه بقى على السلطة هنكله هناخد معاليه عشان بيقلل الكولسترول والحاجات دي كلها هنحتاج زيت الزتون هنا أنا طحنت البزور بتاعة العنب طحنتها كويس مش كويس تكون زي المجروشة كده ما تكونش نعمة تمام هنحط بقى نصف كوباية زيت عباد الشمس في هنا طريقتين لحب الشباب والندبات توحيد البشرة هنحطه هنا بقى في حمام ماء ونسيبه نصف ساعة بالضبط نسيبه نصف ساعة يسخنب ويغلي لوحده مش هنيجي جنبه طبعا زيت بزور العنب بيفتح البشرة كمان بيعملك وقاية من التجعيد لخطوط التعبيرية بيعزز كمان التقام الجروح كمان مناسب زي ما قلنا لجميع أنواع البشرة وما بيسدش المسام خالص بعد نصف ساعة عملناه بالشكل ده خلاص هتسيبيه يومين في مكان مظلم تمام وبعدين بعد ما نسيبه يومين ها أو يوم يعني لو أنت مستعجلة هنصف فيه وهيبقى عندنا مستخلص زيت بزور العنب من ولا حاجة شوفي أنت بتشتريه بكام وحال هو مخشوش أو مش مخشوش تمام طيب إيه بقى طريقة اللي أنا بحبها الطريقة بصراحة اللي أنا بحبها أن أنا أجيب الزيت وبزور العنب وأحطهم أغلفهم بفويل أو حاجة وأسيبهم في الشمس 25 يوم أسيبهم كده لوحدهم 25 يوم لحد ما يعتقوا كويس ويطلع نتيجة زيت بزور العنب طبعا بقى للصحة مفيد كمان لو إحنا عملنا بقى بزيت الزتون عشان هناخده مثلا مع السلطة نستخدمه في أكلنا فيه أوميجا سيكس فيه فيتامين هاء فيه مضادات أكسادة مفيد جدا للجسم نفسه كمان للكوليسترول كمان حلو جدا جدا لتحسين مقومة الأنسولين قلنا كمان فيه فيتامين هاء عالي جدا لشان كده هو بيرطب وينعم البشرة بطريقة خيالية يعني أنت طبعا إحنا بنستخدهه في مسكات كتير ممكن تستخدمي تدهني كل يوم بالليل قبل ما تنامي رقبتك ووشك وإديك وبمكونات بسيطة زي ما اتفقنا ورخيص جدا وكمان انت ضمنة الصناعة بتاعته يعني انت ضمنة أن دي حاجة أنت عاملها بإيدك يعني مش مخشوشة فشوفوا شوية الزيوت اللي احنا عملناها واعملوها في البيت وإن شاء الله تعجبوني يلا شاركوا الوصفة مع أصحابكم أصدقائكم كل اللي تعرفوهم شاركوها على وسط التواصل اجتماع يعني أن هي تعمل فايدة وكمان تفيدوني في الشير بتنسوش اللايك كومنت جميل باستنى اقتراحتكم باستنى طلباتكم في التعليقات ورأيكم يهمني طبعا لتطوير القناة وأتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة